هذا القرار معنا الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة دكتور هشام مساء الخير مساء الخير أستاذ خير للتحيات للحديقة والأستاذ مشاهدين كيف قرأت قرار البنك المركزي اليوم في تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع للأفراد وفي السحب للشركات خلينا نؤكد في البداية على أن كل ما يصدر من قارات أو إجراءات ساكم من جانب الحكوم أو من جانب البنك المركزي هدفها الأساسي هو الحفاظ على صحة وسلامة المواطن مهم أو يكون في الوقت الحالي في وقت الأزمات يكون لدينا ثقافة تأتيب الأولويات يعني أيهما أكثر أهمية بالنسبة للمواطن صحته ولا فكرة أنه التعامل بالكاش وبالمناسبة احنا بنتكلم على قرار صدر اليوم في ظروف أزمة والحيانة مختلف تماما مع مسألة أو من يتحدث عنه هذا ليس هو التوقيت المناسب بل على لكس تماما أنه الحقيقة لدينا ثقافة استمرت على مدار التاريخ مصر أنه ثقافة التعامل بالكاش بارقام كبيرة للغاية وإحنا الحقيقة مفترض أن نقلص هذه الثقافة ونرسي ثقافة جديدة للتعامل من خلال الأدوات الإلكترونية مؤكد الوقت الحالي هو الوقت الأفضل كي نطبق هذه الثقافة الجديدة أنه المسألة مش بس أن نحنا بنحد التعامل بالكاش داخل الاقتصاد علشان إفادة المجتمع إفادة الاقتصاد إفادة المواطن الإدارة الكفء لمواد الدولة لكن كمان يصبح كل هذا بالتأكيد في الوقت الحالي هو الحفاظ على صحة المواطنين مؤكد ما شاهدوا وما لاحظوا البنك المركزي خلال الأسابيع المعدودة الماضية من تكدس داخل فلوع البنوك المختلفة أو طوابير على ماكينات الـ ATM والحقيقة احنا بنواجد كمان سلوكيات غريبة اعتدنا طبيعي عليها في مثل هذه الأزمات هو فكرة التكدس أو فكرة السحب فيما لا ينفع لأنه مؤكد كل التعاملات اللي انت محتاجها ممكن أن تتم من خلال الموبايل بانكينج أو من خلال الإي بانكينج الحقيقة الحلول للتكنولوجية بقت مش بس بتيصل من حياة المواطن يا دكتور أنا بستأذنك أن عندنا في ناسنا وأهالينا الغلابة الموبايل بانكينج والحاجات دي يعني قدامنا كده يجي سنة ولا سنتين على ما نوصل لفكرة أن الموبايل بانكينج دي يبقى في إيدين الناس فأنا بكلمك بقى عن ناس الغلابة العادية شفت القرار إزاي؟ إزاي يوصل لهم؟ إزاي المواطنين بتاعت السحب والإداءة دي هتفر إمحاتهم اليومية خلينا نراحل على تعليم وثقافة المواطن بمعنى أنه بتقاطل تبوين اللي هي بتوجه للمواطن العادي البسيط اللي قد لا يكون قد حظية بقدر مقبول من التعليم بدأ يتعامل مع هذه الأدوات وبالتالي هو ده اللي احنا محتاجين نرسخه في الوقت الحالي خاصة فيه وقت أزمة العالم كله الحياة بيراجع حساباته بيراجع أدواته في التعامل مع المواطنين مؤكد لما يكون فيه معلومة مؤكدة خارجة من وزارة الصحة المصرية أو من منظمة الصحة العالمية أنه التداول بالكاش بيؤدي ليه مزيد من نشر الوباء أتصور أنه أي شخص مسؤول في موقعه سواء كان رئيس الوزر أو محافظ البنك المركزي هو الحياة مسؤوليته أمام الله ثم مسؤوليته أمام هذا المجتمع أنه يحافظ على الجميع أتصور أنه الحياة موجة الهجوم اللي شاهدها القرار اللي تخذ اليوم ليس لها مبادر لسبب بسيط لأنه نؤكد تاني محتاجين تأتيب ثقافة الأولويات الأقصى الأهمية مؤكد وده يتفق عليه الجميع هي صحة وسلامة المواطن ثم فيما بعد أي حلول أو أي مشاكل أخر مؤكد كل ما ترح من مشاكل لها حلول بالمناسبة يمكن حضرتك استفدت في حديث السيد رئيس بنك مصر وهي رئيس اتحاد بنك الأستاذ محمد الهيتيبي في مسألة لو لدي شيك وعايز أصيفه ما هو ببساطة شديدة لو لديك مائة شيك بالشيك واحد مؤكد لديك حساب في بنك أوضع كل هذه الشيكات في البنك اللي حقيقة بتتعامل معه وهذا البنك هو اللي هيحصل أنا أتكلمش على فئة من الناس عندها حسابات في البنوك وعندها موبايل بانكينج والحاجات دي أنا أتكلم على الراجل اللي أنت بتدينه شيك المقاول اللي مش عارف إيه الحاجات دي كلها أي مكان الأمر زي ما قلنا لو هي 15 يوم وسيتم عادة النظر فيها الناس تستحمل خلينا نقول لأستاذ خالد أنه لدينا حاجة هامة للغاية في مصر لدينا المجلس القاومي للمدفوعات ده برئيسة الرئيسة الضمورية والحقيقة من بين أهم أولويات ومسؤوليات هذا المجلس هو أنه يكون فكت الشمولي المالي مطبق في المجتمع ككل بمعنى أنه كل مواطن بسيط والحقيقة دي تعليمات واضحة للدولة ككل من البنك المركزي للبنوك بتسهيل فتح الحسابات بإلغاء المصادف على فتح الحسابات علشان يكون تعاملاتنا في القطر الدسمية وده الحقيقة مش بس في ظل ظروف أزمة حالية لكن مؤكد أنه التعامل في القطر الدسمية أنه كل تعاملاتنا بعيدا عن الكاش لما تتم من خلال التعاملات من خلال البنوك مؤكد أنه ده هيدفع كفاءة الاقتصاد هيخلي الإدارة الكف على مستوى الدولة ككل جيدة هيخفف من التكريف على المواطن على البنوك على البنك المركزي على الدولة ككل مهمة أوي في وقت الأزمات أنه نستفيد يعني مؤكد أنه الأزمة لها مدار كبيرة للغاية لكن قد يكون وده الحقيقة من نعم ربنا علينا قد يكون من بينها أنه نستغل هذا التوقيت علشان نوصل نسائل مهمة من خلال سيادتك ومن خلال كافة وسائل الإعلام أنه ده التوقيت المناسب علشان نحد من التعامل بالكاش علشان نحافظ على نفسنا بشكرة يا كدكتور يشام شكراً جزيلاً ويعني شرحنا وجهة النظر من وجهة نظر البنوك بشكرة يا كدكتور يشام مرة تانية من وجهة نظر البنوك ومن وجهة نظر أساتذة الاقتصاد تاني كل الناس بما فيهم أنا والناس الاقتصاديين والناس الأصحاب الفكر لما نتكلم بينا وبين بعضنا بنؤيد هذا القرار تمام كده لكن الناس مختلفة في آلية وتوقيت تطبيقه بس هنخلص من هذا النقاش هم 15 يوم بحلوهم ومروهم يعني 15 يوم اللي احنا شايفين فيهم قاعدة البيوت والبتاع وبما فيها الفيديوهات بتاع التيك توك اللي طلعت عينينا وشايفين هم مزرق يعني خلاص احنا خلاص هنستحمل كمان موضوع الـ 15 يوم بتاع البنك المركزي ليه؟ هم صح وانت بقى أوتوماتيك هتلاقي نفسك ايه؟ هتلاقي عدد الحسابات اللي اتفتح في الـ 15 يوم اللي جايين دول كتير ده مطلوب ودي سياسة مطلوبة آه ضغطت الناس شوية وعملت لهم شوية تربكة في بعض الحاجات وبعض الشركات برضو بس افتكر هيبقى فيه تفاهمات او افتكر انه هيبقى فيه روح تطبيق القرار دي وجهة نظر مش معلومة هيبقى فيه يعني نظرة البنك في تطبيق القرار او اتمنى ان ده يكون موجود